تصريحات السيد الشارزي باري أنا كما أسلمت هي يعني أعطيت أكثر من حجمها لهذه التصريحات هو لم يقصد الإساءة إلا الحجد الشعبي وإنما أراد وضع النقاط على الحروف هناك فصائل داخل الحجد الشعبي غير منضبطة وغير ملتزمة حتى بتوجيهات قيادة الحجد الشعبي هذا ليس بالشيء الجديد ولم يصدر فقط من السيد الشارزي باري لكن من أرادوا أن يصدروا في مائل حجم وهذه دعوة ما تفهمني هنا ترى الصاروخين معرفة ثلاثة وقعا ومو وقعا باربيل لا لا الصاروخين كانت رسائل رسائل الصاروخين قصد الحجد الشعبي مو يمكوم يعني حجد الشعبي بالعكس يعني الحجد الشعبي دافع الحجد الشعبي يعيرون أربيل يقولون إحنا دافعنا عنكم كل اللي صار فينا صارو خير وغير هذا كلام يعني هذا ما أنا ما أدري ما أدري منه دافع عن من يعني لولا البيشمرقة يعني هذا كلام هو الرئيس الوزراء نذاك سيد حيدر العبادي رغم كل مواقفه عندما تم تحرير الموصل والمدن الأخرى الشعب بمواقف البيشمرقة وبدماءة زكية البيشمرقة التي سالت على أرض العراق فالنكران الجميل هذا صفة يعني قسم الحقيقة لا أعممنا أنا لا أعمم هذا النكران الجميل هذا صفة ليس من صفات الرجال وليس من صفات الأوفياء وليس من صفات يعني مريدي أهل البيت أيضا أهل البيت معروفون طيب أستاذ علي إذا نتحدث عن تضحيات البيشمرقة لازم نتحدث باحترام عن تضحيات الحجد الشعبي هسا الحجد الشعبي بفصيل فصيلين ما قاعدين راحة بس انطو دماغ إيه لون أي خالف احنا ما ننكر هاي الدماء الزكية ما ننكر تضحيات الحجد الشعبي لكن نقول بأن هناك فصائل داخل الحجد الشعبي غير منضبطة ورئيس الوزراء يقول ذلك لماذا عندما يقول أشار زيباري يعني المسألة ليس ضد أشار زيباري ولا كلام الأستاذ أشار زيباري وإنما هذا الموقف ضد الكرد بشكل عام ولكن هناك مجموعة يريدون عزان كي يلطموا فيه دائما يعني يثيرون هذه المواقف ضد الكرد